السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام تحية لكم وتحية لجميع المغاربة داخل وخارج المغرب كنتمنى لكم الصحة والسلامة وتكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادين نستفدوا من بعضياتنا ونساعدوا بعضياتنا إن شاء الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام سي محمد مسلم مرحبا بك مرحبا بكم كاملين سي عبدو مرحبا بك كلكم مرحبا 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 الله مرحبا بك فاطمة فاطمة مرحبا بك أختي بنسوا الله يبارك جوبني في التليفون أخي إن شاء الله الرحمن الرحيم السلام أدواليش درساد اللايف هذا أزول من طان جاخسك جيد زورني إن شاء الله الرحمن الرحيم سي أدرار مرحبا بك وعليكم السلام أستاذ زين الدين الله يطول عمرك ناجيم خويا مرحبا بك هيبانور مرحبا بك أختي الكريمة زين تعشيتي ما كان تعشاش ما كان تعشاش كليت البلط كليت البلط وغادي نعطيكم إن شاء الله نصائح في البلط مادام جبدنا البلط المهم هاد اللايف هذا غادي يحتاج منكم أنكم تبارتاجوا علاش غادي ندخلوا في مواضع مهمة بزاف لكل المستمعين وكل المتتبعين غادي تصنتوا ليم زيان غادي نعطيكم كل ما اقتانيناه في هاد الأيام كلها وفهد السينين كلها اللي إحنا كنتفاعلوا فيها إن شاء الله غادي يكون هاد اللايف هذا فيه بزاف ديال الأمور اللي غادي نوضحوها إن شاء الله رحمه 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 ضرور يعافك السلام عليكم أخويا بغيت معلومات على فيتكس فيتكس خاصة للنساء الهرمونات ديالنساء كتقدهم الحمد لله لما كتولتش فامر الله سبحانه وتعالى لما كتولتش أو عندها الدور الشهرية ما مقادتش أو عندها الحبوب في الوجه دياله فعلك أختي الكريمة فيتكس التـ lytex ذى كتبة تـゴتلا انت بقي هنا lá فى طنجة بمدينة في ال Extension يعني لا ت begunse collets سيكون المتدف transparent Wayneac أين ل���تصغر تحدى النجمة وجد والسان بدن في destة اكتمه وكان القرد الفلاحي. أنا بيناتهم في الوسط. سوف ترى و تهزوا عينكم الفوق. سوف يبليكم إن شاء الله البانو ديالي إن شاء الله الرحمن الرحيم ديال شركة زين هارب. الدين تحية لك من الناظر. الله يطول عمرك. أنا مزقي معكم كومنتر بكومنتر لأنه كان بخل عليكم ما كان جوبكم. كان بخل ما كان جوبش بزاف ديال التعاليق. ستة سنوات مازال ما جاوبتيش لله. ضروري نتواصل معاك بليز. الإخوان بغيتكم تشاركوا هذا الفيديو هذا مع الناس باش نجاوبوا كل شي وقال لي ما كان نجاوبوا شو تنعتقدر لي وانا غادي نجاوبكم اليوم فانا نكونسنتر لكم غير بغيت العدد يكون كتير بزاف لأنا غندخل لكم في مواضع وما غا نجاوب تاكو مونطير متطفل وما غا نجاوب تاكو مونطير خيب. قول لي بغيت تقول كين بلوك صافي ولكني غادي نجاوب على الأسئلة ديالكم. أبليجي غادي نجاوب على الأسئلة إلا انتم لا تفاعلتم مع هذا الفيديو مزيد فانا هاتي نجاوب ان شاء الله رحمه رحمه. ما الشو المحال تحت هنا ولا باقي إن شاء الله دير لينا شي حاجة في خنيفة خنيفة تكون زيارة إن شاء الله في تلك المناطق بإذن الله. هتكون واحد الزيارة واحد الزيارة هتكون إن شاء الله فيها خير بإذن الله اشتراها في التدخين أخي ناصيحة غادي نتكلم تتقع المواضيع اللي أنا جمعت الناس اللي جاوا كيعانيهم من بزاف ديال المشاكل ولكن أردهم عاي البال وتصنطهم زيان أش غنقول لكم واحد النصائح غنعطيهم لكم مهمين بزاف بالمجان سيروا قلبوا فين ما بغيتوا غادي تلقاوا هاد شيء غادي نتكلم لكم عنه غادي تلقاوهم موجود حاجة اللي كنطلب من كل إخوان والأخوات الكريمات الأمهات اللي يجزيكم بخير كما كان صح ولادكم بغيتكم إن شاء الله رحمه 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 بدعوا معايا بدعوا معايا إن شاء الله بطولة العمر وبصحة والسلامة حتى تنكمل مسيرة ديالي لأن كيمزاف ديال الحويش اللي أنا خازنهم باقي ما أعطيتهم شريكم فغادي ان شاء الله رحمه 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 آآ نتكلم عليها وليتكلمت عليها في القناة ديالي في اليوتيوب لي هي لقيت لي كدواك غنتكلم ليكم فرع في مراكش راه في راف لا فدرنا دبا فرع في المحمدية ودرنا فرع فاسميتو دبا فطانجا أنا اللي كين فيه هو اللي فطانجا وديال كازا وديال سلا فمرحبا بكم فضل الفوروح فالليتك الى كان سلا راه ديالنا سلا المحمدية سلا فيها محمد في المحمدية فيها مصطافة وفي كازا فيها ياسين وفيها اشرف زين الدين اللي هو الابن ديالي وفي فطانجا غادي يكون فيها مهدي باش تعرفوا الاسماء مهدي ومحمد زين دي اللي غادي يكون فطانجا ففطانجا مرحبا بكم والف مرحبا غادي تحلوا معايا ودنكم مزيان واد الكلام اللي غادي نقول لكم نوطيه ما فيه لا لا هادي ولا تكشير غا نقول هو اللي كين هو اللي كتعيشوه هو اللي غادي نحليكم المشكل ديالكم اليوم ان شاء الله رحمه 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 استشارة مع الطبيب ضرورية تشخيص المرض ضرورية ضروري فما كنش شي مخلوق فوق الارض اللي غادي يمنع عليكم تشخيص المرض انا عندي مورا مورا وكان حشم نمشي طبيب سمع مزيان الانسان هاد الناس هادو كامل اللي كتسمعوني عندكم موليدات ديالكم خارجين على الطريق او عندهم كتئاب او عندهم عصاب او عندهم كادا وصل الواحد السين تضغط هادو متصالات اللي كي يجوني بزاف الحل ما غنعطيش الواحد غنعطيه لكم كاملي فاخي الكريم الله يجازيك بي خير المميمة الله يجازيك بي خير الام تقرب لولدك تقرب لولدك صاحب ولدك عرف ماله وعيش معه ارغم انه يكون عندك انت صداع ولا يكون عندك ضغط الله يرحم بك تقرب لابن ديالك صاحبه تصاحب معه ووراكين بلوك اللي يرضي عليك السي يونس هادين بلوكيك ووراكين البلوك اللي يرضي عليك تخل معي في حاجة نحيدك تقول لي انتاقدك معدك ما تنتاقبني سين انتاقد راسك فحنا ندرينا ديالله في الناس تستافد ما تعطيني ما نعطيك باش تحيدوا التدخين لوليداتكم اول حاجة العازيمتكم هادك الدري اللي بغيتيه بتاعد على التدخين تصاحب معه بغيتيه بتاعد على القرقوبية او تصاحب معه قرب لي جيبوا لعندك تخل عنده وجيبوا لعندك وتصاحب معه وقربوا لك واسمع مزيان اش كنقولك وقصحو اجعل منه راجل اجعل منه راجل ما تطبطبش عليه بزاف اجي وليدي حنيني كبيدا اللي حبيبي ازقع لي لما هادك ازقع لي هي لك تدصر الابناء الى هاد الولد هذا الى هاد الولد هذا سمعوه انه الناصيحة لي وجه الله الى هاد الولد هذا دصرتيه كتر من القياس الام وعطيتيه كتر من القياس فكوني مأكدة اختي الكريمة انه ما غديش يخرج الكراجل الحنين عنده الوقت دياله والقصحية عنده وقص دياله لان الولدين ديالنا علمونا وراحطيت لكم فيديو انكم ترحموا على الاب ديالي رغم ان القصحية كان قاسح معايا بزاف وشديد معايا بزاف قدما هو كان قاسح معايا قدما انا كان حبه بزاف الله يرحموه ويجعلوه من اهل الجنة ويجعلو والديكم ان شاء الله رحمه رحمه من اهل الجنة اذا بارتاجي الفيديو وانا غدي نعطيكم الحل والحلول الابناء ديالكم ان شاء الله لوجه الله تعالى الانتوما تفاعلتم مع الفيديو لاش لا تفاعلتم مع الفيديو باش كل شي ستافل غروبة تدخلوهم انا ما غنجوب تشي واحد ما غديش نقلقكم لانا كان نقلقكم اللي كان جاوب لهذه والله ما غنجوب كانواعدكم ما كان عبلوك ما غنجوبش غنبلوكي وما نجوبش ولكن يتفاعلوا مع الفيديو باش الناس تحضر بزاف وغنعطيكم وصفات تديرهم تديرهم بعد انت انحيدك ما تقولش يديك الهضرة تصير قولها الراسك لو كن ما كش نديرهم ما غديش نقولهم ولادي والله الحمد واحد راباك واحد راخدام معايا واحد راكي قراتا وتبارك الله فولداتي الحمد لله الله يصلحهم يصلح ولداتكم كامل صار في سرينا تقولي يقديرهم انت أولادي فان شاء الله يكون خير اذا حضروا ولداتكم معايا باش يحضروا ان شاء الله وغادي نصحهم لوجه الله تعالى ولا تصمتوا الناصحة ديالي را غادي يكونوا بخير وعلى خير لأن الأضرار اللي كي تضروا هاد الوليدات هادو تكونوا المساهمة ديال الوالدين تتكون أكبر خلي ديك الأطباء ولا احتراماتي لهم ما غيرتكش هاد الناصائح اللي كنعيشوا معها غادي نوصلها لكم واللي عشتا أنا اللي عشتا أنا مثلا في الطفولة وما كميتش مشربتش علاج ما كميت ما درت ما تصاحبت مع ناس خيبين علاش الوالد الوالد ديما الأب يصاحب شكونتا أنا إنسان الأب يصاحب الإبن دياله صاحبه وقربولك لأن المرأة ما غيرتش تقدر تحكم في الأبناء ما زالت تحكم في البنت ولكن الولد ما يقدرش تتحكم في المرأة تحكم فيه انت الله يجزيك بخير وانتا قربولك وانتا حييت ذاك الحاجز بينك وبالإبن ديالك ووالدك ديما علموا أنك يكون داخل عندك علموا والدك ديما يكون داخل عندك وتشتزيما من الأمور دياله سينو رك ما غيرتش تتحكم فيه وش كل غدية كل عصا كتاكلها الأم الأم إخواني الكرام هي اللي كتاكل العصا كتولي الأم هزا واحد الحمل كتر من طاقة ديالها كتولي الأم معين هالإبن تتشوف فيه كيضيع أمامها كيولي الأم ما كتعرفش ولدها كيفاش تتحكم فيه كتولي الأم منها أم منها زوجة منها صاحبة منها هنا في الأم أش كيوقع لها كيوقع لها انهيار عصابي واللهي كان نهضر معاكم الأمهات اللي كيجوا عند محمد زين الدين والأمهات اللي كيمشوا لأطباء وما كيلقوش العلاج وكيتصابوا بأمراض سرطانية وكيتصابوا بكذا وكيتصابوا فالمشكيل كين هنا هنا في هذا النقطة اللي كنت تكلم عليه اليوم وكما قلت لكم هذا موضوع مهم بغيت كل شي شارك معنا إن شاء الله رحمه 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 رغم الكونيكس وثقيلة أنا بدل الكاتجي يمكن أحسن لأن بعض الناس ما وصلهمش موضوع مهم ويستحق أنك تصنط إن شاء الله رحمه رحمه فالإخوان الكرام كيم ما قلنا ما تجاوبوا واحد اللي يجازيكم بخير وأنا را كان بلوكي ما تجاوبوا شي واحد يركزوا معايا باش نعطي الحل ونعطي إذن الأم كتولي هزا واحد الحمل كبير وكين بعض الأمهات اللي الآن مصابات بسارطان سمعون انتم ما ما حاسينش وراكم ما عارفينش ورا ما عارفتش واحد أش كي يوقع فالآن كينين الأمهات مصابات بالاكتئاب الحاد كي يجيوا عندهم منهيار ما خلوا فين مشاو ما لقوش الحل تكون السبب أن ذاك الأب ما هش المسؤولية مع الأم كتولي لهو الأم هزا المسؤولية ببعدة كتولي ما كنش مراقبة من الأب ما كنش واحد تقارب ما بي الإبن وما بي الأب ما كنش واحد تفاهم ما بي الأب والإبن كتولي المرامسكينة هزا واحد تقل على ظهرها كامل يعني كتولي تتربي الأبناء وكتولي هزا الهم الأب وكتولي هزا الهم الدار وكنا المرالي زيدها بالخدمة إيا إذن هنا فين النساء مساكل الآن مصابات بنهيار عصابي المشكلة اللي عند الزوجة دي لك أخي الكريم إلا أنت عندك أبناء وطالقهم علي وما كتعونه المشكلة اللي عندها ألام هنا سمع مزيان وأنا أعطاك ذك شي اللي كين وصير فين ما بغيتي وأخد الأطباء وأخد اللي أنا غدي نقولولك المرأة اللي كتشد من هنا من هنا كتشد واحد شدان اللي هو صعيب فرض البال أخي الكريم ستصاب بأمراض خبيتة إلى من قدتهاش والزيت معا الحمل المرأة اللي كتشد من الكتب ديالها الآلام يعني تزئدها تضرها تهبطها تضرها ما خلت مدارت هذا أخي الكريم العصاب الجهاز العصابي كتتطند كتزير كيعطي اللي هنا وكيعطي الكتاف وكيعطي المعدة كيسدها يا إما المرأة توليت غلاب وما تتحكمش في الغلط ديال أو خدي الريجيم سمعوا الكلام اللي كين ورطير ولا تنزلوا غدلقى ضروري هالكلام اللي كنقول فيه حاجة من الحويج اللي انتم ما فيها بارطة أجول الفيديو كما قلت طعقوا لوليداتي ديال لكم وغدين نعطيهم العاصر في الكاس ذاك الكبير وغنعطي الرجالة توم العاصر في ذاك الكاس الكبير البرامل البرامل اللي يون إلا أنتم ما تصنطوا الهضراتي وهذا هو الحل زيادة على هذي أن المرأة كينين بعض النساء كتمشي وكتدي وليدات هاللمدراسة سمعوني الله يجازيكم بخير كينين بعض النساء كتدي وليدات يديالهم من المدراسة كتوقف في الباب ديال المدراسة وكتبقى حد 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 أش كتدير هذي المرأة كتلقى تقع الأخبار من عند النساء ديال الحومة سمعوا الخاطير في الأمر الخاطير اللي انتي عندك ونسيس في التدي أو عندك مشكل إيموغاجي كتجي واللي عندك فكادة واللي عندك فالرأس واللي عندك والله هو خد بشير الطبيب نتحدك سيري لأي طبيب كتبشير المدراسة حطي الولي ديالك وسيري لدارك باش ما تعمريش راسك بالمشاكيل ديال الناس لأنك مليك توقفي اش غال تجيب لك هذي المرأة اللي غال تحتت معك ما تجيب لك إلا المشاكيل عفتي أخيتي فلانة وحق الله إلا فلانة راجلها دار ليها واتتكول تجيب لك أخبار تلقتهم وتعطيهم لك اش غال يوقع لك انتي انتي ديتي وليدك للمدراسة ودخلي المدراسة وسيري في حالك كل ما في النهار كل ما حاولت أنك ترتحي دماغك شوف شوف مزيان لعدك سترك نظر معك من قلبي وهذا هو العلاج وبغيته يكون صدق الوالد ذيالي الله يرحمه ورحم جميع المسلمين فأنا بغيتكم ترحموا غير عن الوالد ذيالي لأنه مدام عندي صحتي مدام كنكسب مدام كنشوف مدام كنهضر فنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أحسن نعمة ولله الحمد ومرتاه وحيدوا من ديك النقطة من قلبكم ديال الحسد حيدوا عفتي والله اللي في قلبه نقطة حسد ما كين عش مرتاه والله مين عش مرتاه كيشوفني في الفيديو كيشوفني بدلت غير تريك والذي كيبقى مزير وكيبقى فيا أخي الكريم الخفع لأنه في سكرة غاد يتمرض غير راسك الشي اللي ما كين عش مرتاح في الليل ما كين عش مرتاح ففك شي حاجة مشيه يا ديك والله يزين تدي لما نحط راسي على مخد كان مشي علاش لأنني كنحب كل شي صغير وكبير خيب زوين كلكم كنحبكم كلكم أحبكم في الله لأنني في داركم لأنني كنحس في داركم معاكم النساء ديالكم خواتاتي الرجال ديالكم خوتي الآباء ديولي الأمهات أمهات ديالي ضريتوا وحق الله كنحس بالضر يعني ما كراش نوصل لكم كل ما كان بحث وكل ما كان جري نوصله لكم إذن الإخوان الكرام الرقم الهاتف ديالي هو 06-649-663 الدولي سيكون معايا في مدينة طانجا إن شاء الله رحمه 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 أما الرقم ديال الكازافة 06-6493 مرحبا بكم الموقع ديالنا www.zineherb.com أو عبر اليوتيوب بالقيت اللي كدوات أو أحبك في الله ديال واحد الصديق رأى معنا اللي كان حتار ما نقدره من خارج المغرب تحية لي لدار قناتي ديالي خاصة رأى غادي تبارك الله اسميتها أحبك في الله فبحال بحالة أنا ما كان ستافت من آدسان صلافة في المدخل تدير ووصفة زين الدين قعل لك يبارتاج الله يوفقه اسمع أختي الكريمة النصائح اللي سأعطيك اليوم كأنك يجيتي تدري تلقى كونسلتاسيون بالمجان أنا سأديره معك اليوم سأكون مدينة طانجر 15 فات الشهر إن شاء الله مدينة طانجر العلاج أنا سأعطيه لكم فابور الأعشاب سأعطيهم لكم فابور إلى وفق الله فره العلاج ليس صعب العلاج سهل وبسيط وفيدك فيدك ما هو العلاج حي يدكن النقطة الخيبة من قلبك على كل واحد نعس اليوم 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 أختي الكريمة نعسي وسامحي كل واحد سامحي كل واحد ضرك سمحي لي انت أخي الكريم شي واحد حاقد عليه اليوم تحط راسك سمح لي انسى 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 أخي الكريم بأن نركينا الموت ونسمى لك الحسد والبغض والكراعية حي دا من قلبك باش تحط راسك ونعاه لأن ما بعدها الموت تابعك الموت تلقى فيه الله قلت ليكم مليت بشي أختي الكريمة لمدرسة وتدي ولدك باش يقرأ دخليه وسيري في حالك كل ما خففتي على راسك ما دخلتش لي المشاكل كل ما ترتاحي كل ما ترتاحي هرتحد معكم لأن الدماغ وليك يرسل الجسم أخي الكريم إلا في الزوجة ديالك إلا في الزوجة ديالك هاتش اللي غادي نقول سمعني مزيان إلا في الزوجة ديالك فحاول أنك تزم على الحمل غادي تنفسها سمعني مزيانا شك أن نقولك حاول قدمه الزيتي مع زوجتك الحمل غادي تنفسها مش يطلق عليها الأبناء وتخليها وتبقى أنتها حر لا را ما دام خديتيها ما دام خديتي هاتيك الزوجة إلا أنتوية هكا تقدفه بجوج أنت كتقدف منهاك وياك تقدف منهاك باش السافينة تمشي إلا إلا طلقتي عليها الحمل كامل غادي تصاب بهذه المشاكل هاته اللي أنا كنظر فيها غادي تصاب بالقولون العصابي غادي تصاب بالسمنة المفريطة غادي تصاب بالنحاذة غادي تصاب كله واش كتصاب هل يجب أن ندوي على اللي عندهم الوليدات والزوج ما كيتسوقش لك الوليدات ما كيتدخلش فيهم باتاتا طالقهم ما مصوقش فهذا الزوجة ديالك غادي تصاب بهذه المشاكل هاته ما يوقى عليها و هذاء ستقولوها كلما يُنزعونه نساء كنّه لي ما تقدرش بتكتب كلما هي كتتت學 كلما تضغط تتوصل لله تيجيها هنا في هذه البلاسة كلما تتضغط المرأة كلما تتضغط المرأة وكتزيدها تتضغط أكثر كتبغيك أنت تنفذها أنت تزيد مثل أنه واش ما درتي والو أو بعض الألفاظ يرفض بها الراجل بلا ما يلقي لها بال وما لكي درتي انتقع وما من الصباح والدرير وكل شي والدين تنترك والد تنتي تهزم على الحمل من حقك تنتي تعونها من حقك يعني هنا لكي تتضغط المرأة تبدأت تقلب اليوم على ورا ولكي يكمي لي فين كنتي انت فين كنتي من اللي والدك يكمي لماذا لم تتضغطي الأمور وشدتي زمام الأمور في الدك لكي لا تتخليه يكمي لأنك انت السبب إذا والدك يكمي انت السبب لماذا انت السبب كنا بكري أخي الكريم من اللي كنا صغار كنا لدرنا الكويبة كي يحسنها لنا الوالد الله يرحمه كي يحسنها لك ما تدرش كويبة كان من الأداب والاحترام تقرب للأب للأب كأنك نبوسه لها الراس ولا كتبوس لها اليد الآن كي يدروا معي وليداتي الله يصلحهم كتبوسي يدي وراء عادي الملاح معنا وراء الناس اللي تعاشروني راء كي يشوفون فكي يبوسي يدي لماذا ما شي خوف لا لا صحبة كي يبوسكي احترام انتك تشمو باش انت شميتي في ولدك القارة وطارقوا على المرة المرة غا تحبسوا المرة اش غا تدير لي ما عندما تدير لي فهدك البوسين اللي كي يبوس كراسك ولا يبوس كوجهك ولا يسلم عليك تكون احترام وتكون تقرب الإبن باش تشم الريحة واش كما واش ما فإذا انت شميتي في الريحة وانت استهونتي فغضى ولدك إلى كما أو لدار شي حاجة أخرى فانت المسؤول انت المسؤولة أخي الكريم ماشي الزوجة وتقول يا تربيتك هادي انت يا هادي القاعدة المغربية تربيتك انت هادي وانت اللي ربي جيه وانت فين كنتي انت 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 اللي كتشوفي يا فين كنتي ش كنتي كدير يالله انت القهوا لا الدوران عندك صحاب عندك صاحبات عندك كدافة لا أخي الكريم الوقت كيمر وكيفوت الوقت كيفوت غادي ضايرة المراقبة الله يجزك بي خير الصمتك الدور والوقت كيضيع منه سالات الساعة ديالك ميمكنش الفين وسبعتاشغان رجوعها لا يوعقد ميمكنش الفين وسبعتاشغان رجوعها لا يوعقد اذا هاديك المرأة اللي انت كتجيبها عندي وتبدأت تقول يا هادي ها نهيار عصابي وما كتلقا الشي الحل ولا الديا لطبيب ولا الديا بسيكياتر ولا الديا كدا شوية فين توليو الدورو كتوليو الدورو اللي عند نحيد لك المس نحيد لك الجين ها يولات في طريق اخرى يعني ما بقاتش في الطريق ديال الطبيب علاش لان المشكلة عندك في الدار انا وليس شتو واحد الظاهرة دابا ولا واحد شاب انا شتو شاب يعني شاب انا نقول لكم بانه مشي مشي شاب مشي راجل ديرت شعير هاكا قال لك تهوك يحيد الجين والله استهزاء بالمغاربة واستهزاء بالمسلمات والمسلمين حقا انا مفرض علي نعالج بالدبيحة وندير الدبيحة واش لكالاخ هذا اخواني الكرام نخليه الطبيب لتشخيص المرض ونعتقل المريض قبل ما يوقع اللي يوقع كانوا يغادين به عند واحد ما فهم والو يلا طلع لنا دابا يلا لك مشي طبح لك ومقرع من هنا يقول لك هذك ولي غادي يطرد الجين دعوة الله هو امال كل جين ويحيد الجين لا يعقل بالمنطق وملي غادي يحيد لك هذك الجين ويحيدو لك من الدار يقدر؟ ما يقدرش هذك كيخدم معه الجين اي شخص كيحط عليك يدو كتنود والله اخواني الكرام امام الله نحاسبو كنا امام الله والله قال لي كيحط عليك يدو كتنود الي كيخدم بالجين والله كيخدم بالجين نتحداه ان المرض العضوي اخواني الكرام كيتحيد بالطيب كيتشخص بيدا تيتشخص انا اعطيكم الطريقة ممكن انا قد نصبح نعالج الجين سأل لما كتكون قاسح قوي يخاف منك الجين ولكن لما كتكون ضعيف كيستدرجك الجين كيقول يخدم معاك تقول يخدم معاك تصمت وانا مغاربة فيقو شوية يوهموكم واحد كان عما شاف لا يعقل هذي مشات زمان هذي اما دابا راح اصر التطور عصر البحث عصر بنهدم فيقو شوية فيقوها واحد شوية غادية بولدك عنده مشاكل عنده كيدير مخدرات غادية حقه ولدي حطات عليه واحد سيدي دنر كي غيدير ينوض بالعقل بالمنطق إنسان عما ولا يشوف سيدنا عيسى يعني في هذا العصر هذا وما بقوش شوف الباراكة راح ما كيناش تقول وراع تنعاج بالباراكة راح ما كيناش في قوى المغاربة أنا تقول لكم راح ما شي تندير إشارية أجيو عندي زين الدين كنت كندير هذي شي دلمس الجين راح ما خدامش كيستدرجك الجين كتولي تقول أنا منوليت من أولياء الله صالحين والله كان هضر معاكم بصدق وهذه أسرار لا يعلموها إلا الله أنا نحطي الدين اليوم على بنادي مينو هذي الجين كيستدرجني أنا وكان ولي نتخلص عليه غير بعشرة درهم نعطيكوا أحد المثال بسيط كيقولكوا أحد سيدة أو لو أحد سيد ما كيتخلش كيشتغير اللي أعطيتي نضرب وحنا عملية حسابية ديال مئة واحد ثمان عشرين درهم اللي واحد نضربها في مئة شح جابت مئتين آلف فرانك ألفين درهم نحط يدي على الناس ينوضوا لا يعقل واحد قال لك أنا كنقرأ كيبال لك اللي دار لك شي حاجي يبال لك في الكاس لا يعقل يا إخواني الكرام المرض يحتاج إلى تشخيص من الطبيب المرض يحتاج تشخيص المبكر من الطبيب ممكنش أنا زين الدين غنطلع اليوم بابين عشية وضوحة والليس كنعالج أنا كنعرف المرض لا يعقل بارتاجي الفيديو وصل لكل واحد أنا ما كنقرأ يا واحد ما حاقت تعلي واحد إيه كننصح لله فلما كنكون عارف واحد معلوما وصلها لك بغيني يكره لي سوقك هاداك يوم الحساب غادي نتحاسفه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى غادي نوقفه أمامه واللي كان كيخدأ في العباد فغادي أدي الواجه تخيلوا معايا أنك تنشوفوا واحد إنسان جاب كرسي ها هو نار شمن باراكة هادي وشمن شمن استيهزاء بالمغاربة بالمغاربة بعقول المغاربة واحد عنده حبوبة في المغ حطيش يدي تحيدات الحبوبة ما تبتش على الرسول حيث صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق سبحان الله ما تبتش عليه هاد الهضراء هادي ما كانش كيحط يدعو للناس وقليم صافي نود وتشافيتو ما كانش هاد الهضراء ما كانوش صحابة شي صحابي كانت تبتت عليه هاد الهضراء هادي أنه كيحط يدعو لبنادم كي ينود هاداك استدراج إخواني الكرام من الجين طيار تنزل قبلها ما تقبلهاش استدراج لمن واش أنا راجل سمعه مزيان أنا راجل سيأتي عندي مريضة مرأة نحط عليه الهضراء ونضعها بحلاكة ونقول لها أنا راجل ما من دين هاداك يفرض علينا القادية ونضعها هاكا ونطبطب لها فكر شو نقول لها نوضي صافيت شافيتي عندي الباراكة واش داني نمس هذه السيدة بعدها حرام نمسها أنا مرأة جراجل عندي نحط عليه ونتلمسون ذي اللي ها نقول لي حق النوض صافي الباراكة في قول مغاربة وفي قول مغاربة الله يرحم لكم الوالدي وأنا ما تعطيوني شو ما تجيوش عندي تنقول لكم في قولي وجه اللي أدعوها مع الوالد بالرحمة ونتحدى شي واحد يطلع يجاوبني ولي يقول لي شي هادرا نعطيه يعني عندي كل واحد عندي يضواصة دياله أنك تلمسي السيد بحال هاكا أنا ما سوقيش ما كانش بالتوعد تلمسي السيد وكتشبع فيه تلمسي تقول لك حيت منه الجين ها هو الجين تحيت من يجي هاد الجين هذا من البعد دياله عن الله سبحانه وتعالى من هاي الزريبة دخلوا الجين من تياكل ديال الناس دخلوا الجين ما يمكنش الجين يدخلك هاكاك وانت كتنود وقدير قيام الليل وانت كتحب الله سبحانه وتعالى كتحب الخير للناس ويدخلك الجين لا يعقل لأنك سد عليه الباب ديالغير صورة البقرة في المنزل ديالك ما يدخلك الجين وتكون عندك نية صادقة مع الله سبحانه وتعالى وتكون القلب ديالك طيب وبيض يكون بيض كتضحك من قلبك كتفغين الناس حسوش يدخلك الجين الجين يدخل الدعافة يدخل لك الضعيف والضعيف فيك يمشي يمشي عن الضعيف هو لكي مرأتي شخص لين مرأة وهو لكي يعالجه دك الضعيف ثانتي الأبكب سيد نعيسى وراه اللوف سيد نعيسى إذن يأخذ المعقل سوف نفكره الشخص يتملس الشخص تبدأ للتثمت تترضيه في الداكار وت تقول أنك س XP وراه في الداكار انك سP و يقول أنك س XP أنا مولى 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 ملاعظ ما فهم أنا أتقل لالدمارة سيكون لا لا أقول لك حشة كيف يذكر فيه اسم الله يدخل الجن حشة كيف الجسم الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ويف يريد الخير للناس كيف يدخل الجن حشة ونقول لكم واحد الناصيحة مهمة إخواني الكرام والله أفضل رقية أفضل رقية ترقي زوجتك الراسك أفضل رقية ترقي زوجتك حبيبتك مراتك ترقيها الراسك نعطيك واحد المثال بسيط أخي الكريم في الإنسان خليه الجين خليه الجين ولا قالوا هاد الجين اللي كيخدموا به يجي عوجني هنا ينصبع عوج يلا هاد الجنون كاملي اللي كيخدموا به هاد الشعواده وتخرب يعوجوا زين الدين ديرها نصبح شيء ما يمكنش لا يعقل الحق ويدخلني الجين السيبة في البلاد ما يدخلش يدخلك الإنس وما يدخلك الجين سمعوا مزيان عشكا نقول لكم ارقي زوجتكم الراسكم أنا مش يدد الروقات لا ارقي زوجتك ارقي زوجتك ترتاح انورك الرقية لزوجتك سهلا حط يدك على زوجتك حط يدك عليها اقرأ عليها ما تيسر من القرآن الكريم تلك شيء اللي يعرفك الله قرأ بنية الشيفاء والله تتشافى اول حاجة ذيك الصيلة ما بينك وما بين زوجتك والرحمة كينزلها الله سبحانه وتعالى في ليد ديالك كتر من ذاك الشخص تاني حاجة أنك انت معها في المنزل وغير يبقى يخاف منك لأنك انت في المنزل مشي بحل هزها انت وديها الوحدة وديها خرج يا جين طلع ها خرج ها رجعوا الدار والقاء في الدار عودتاني كينديروا لي في الدار نديوك معنا للدار نديوك معنا نحطوك معنا احنا في الدار خصوراق يرقي نفسه في رأس واشتريف 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 تجيب قرعد الماء تجيب قرعد الماء رد دب دابة ديال القرآن مشي دب دابة ديالي أنا رد دابة ديالكلام الله سبحانه وتعالى وليكي أطر في ذاك الماء وليكي يجعل ديك الدب دابة ديال الطاقة كتكون في الماء فيق شوي يا صاحبي تفيق شوي لا خاصني انا هو واحد يقرأني وتشكي تدير. تدبدبت ترى القرآن نفس القرآن اللي ينزل عليك ينزل علي الراس والعيس والسلام هو نفس القرآن اللي خاصني قرأنا وتقول أخر ولا أخر لا إذا جاءنا قرأنا على واحد أخر يقرأ عليا فالقرآن مجدنا من ديروبي صافي إحنا ترشق لي إننا نتزير ونجي عندك تقرأ عليها وقرأ على راسك، تقرأ على زوجتك صح تتصيّد حجم تنعوين أنفهمك تتقرب زوجتك حط عليك بحالك شدها من هنا وشدها بشدان الرحمة مشيت شدها مفقوص شدها بشدان الرحمة وقرأ عليها وتشوف وتقول لها حبيبة كيف قايت والله كان نهضر معاك والله كان نهضر معاك وذلك الجن كيش مائز منك كيهرب منك ما كيكرهك لأنك انتق أربعة تصيلة ديالك معاك وتشوف كيف ستكون تكون واحد حياة سعيدة شد مرتك وقرأ عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاتح الكتاب فاتح الكتاب قرأ عليها وتشوف سيقع قرأ في القرآن قرأ في المقر وعطيه للمرسك يوميا 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 يملدك الجن ويخرج في حاله يبقى عندك والوصافي سهل بسط الأشياء ماشي وما خليت فين ديتا والتمالك أبو راس تمال ما عارف تقرأ الحمد وما خليت فين ديتا والوالو الراقي أوكوش بدو الروقات عافتي ديتا لذلك الراقي وديتا لذلك الراقي وديتا لذلك الراقي يخرب وانا ارقيها وانا ويكبر لك في الموضوع وديتا لذلك الاسيدة ويتقرأ عليها ويدك وياموصفها تمالك لذلك تجيب مردك نعسى أحداك شعل لذلك الاسمعات جيب لي واحد بتي كادو صغير حطوا ليه وتوش جن واشغ يطير ولا ما يطير والله تك نظر معاك واقسين بالله ما تضيعوا فلوسكم مع الشعوادو وتتقرب حط لي واحد بتي كادو واحد كوايد وصغير قل يا حبيبة هاي يا امو يقينها سهلة سهلة تحييد الجن سهلة سهلة ودعم اتدري اللي غنعطيكم جيب لي امو يقينها حبيبة الجن تبسل عليك بزاف دير ديرها ديرها عروبي ديرها عروبي بحلق اليوم ما الجن غنخلي ضاربه عفتي غنقرع عليك ومن اللي غنحييد الجن غنعطيك واحد كادو قرع عليها انت قرع علي انتا وبه رأس حطي يدك عليها تقرب ليها بزاف حطي يدك من ما بغيت يحكي يا جوزة صح يا جوز حلال ديالك صح يا جوز تخلي لديك انا مكين لاروقية لا تحطي يدك ونوب روليب حلق عدد تروسون كاتروفين تحطي يدك ديماري نوب تقعد هاي نوب تقعد يوصل الداري عود يرجع رجع عود الله يجازيكم بخير والله كان نفسط معكم وكان نعطيكم تكشيزوين الهو اللي كين فهد العصر هذا حطي يدك علي زوجتك تخيل معي اليوم زوجتك مع الصبع نعز الداري وحط عليه تكشيزوين وقرأ لها بسم الله الرحمن الرح هذا الشيء الذي يعرفك الله الحمده قل عودوا برب الناس قل هو الله واحد قل عودوا برب الفلاة عودها بقيت عودها ومت ملج وانتك تطلب الله سبحانه وتعالي يا ربي تباعد اعلام مرتي بغيها بغيها البغو 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 الحب تطير الجين وغير تطير ذكي الجين لما تطارش اليوم غير تطير غده ما تملج الله يعفو علي آمين يا رب سير عندهم تصنط تكون راجل معي ولا أخوي البلاد شد مرتي ورقيها رقيها اليوم رقيها غده المرة ترقي راجل جاء راجل لك مزيّر حط عليه تريدك رقي قرأ عليه شوية طبط في عليه شوية وتشوف الرقية بشي جاجة تشوف الرقية بشي جاجة بلدية وفي طويجين تخيلوها معايا تخيلوها معايا بشيشيكة ومشي سنظر معاكم كنت أضحك عليكم للا حاشا والله أحبكم في الله والله دول علاج راجل لك خاصة الرقية حطي لي شي طويجين ديري لي واحد جيجون عسي الدراري ايدخل رقيه رقيه الله يرحم لك الوالدين رقيه تعرفي القرآن أرقيه تعرفي القرآن في الدار واسيرت رقيينين صحابه 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 هنا بسماسي أرقيه 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 رقيه راجل كيف نقول كلام خبيث وهي لي ما كلام خبيث راح لبغو كتحيد الجن الحب كتحيد الجن المحبة لله كتحيد الجن اهو تمال كنقول زيرتك خسرت معاك الهضرة تخسر الهضرة نحيدك صحابه 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 قلت صيفة لي الجن قلت صيفة لي الجن قفز واحد شوية صحابه ما كان قد يحدث بالله هل يقولون عنها ايو يقولون عنها موما انا ما كان خاف من الان نرى كل شيء وصلني 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 وضعني وستغلال كيف يستغل الناس وكيف يقوم بوضع السيارة بالتأمان وكيف يدن وكيف تجيبو لي الضواسة اللي عندي عندي شي جنون انا كيطيعوا كيجيبو لي على المصائب تقول يا كذين دي نهضر على القاضية تقول لي ما ندقه ما نهضرش غنضقه ما نهاجمش ما نهاجم حتيه هاجم من شي واحد عدد نعطيه قادية العبار دي ال توكال إخواني الكرام فالتوكال أعطاني الحبيبة صلى الله عليه وسلم بالمجان فابور بالمجان واحد كيقول كلنا غنحيد لك التوكال بمية الدرهم وحد يقول غنحيد لك التوكال بمعارة شحال وفابور اعطاني الحبيب صلى الله عليه وسلم اعطاني شوف بغيت الرحمة الوالدين اعطاني سنة حرام او سنة مكي وزيد عليها البابونج بش ما تقضرشك على المصران اخوضها مدة عشر ايام اعطيها لمرتك جيبها دقها مزيان دقها انت بالمهراز انت دقها دقها وانت مرتك شوية وانت تقول لجنه سيحيد ثم عاليده هز هز هل جين هز هل مراتك تحطي على يدها نابط ترجع للدار تلقى الجين هز المراجل هز والدك والدك يضرب حشيش تده وقالك بغي يحيده لين تتعاش تتضحكوا على روسك وحد هز الريبة غارق ريبة تطنو بالكريدي وقالك شوية تحيد لي الجين والتالجين هو حيد الريبة رحرم الله سبحانه وتعالى ريبة الريبة واش خلق هز الريبة وكتقول غير حيد الي الجين على المنطق ما يتقبل شي حوي بحلي كنت قلت لكم ديالدك الدري اللي كان بشعكك بحلي كنت قلت لكم ديال المرأة الحاملة مكنش تسع سنين اي حاجة قلت لكم مرأة مكنش حاجة عبر التوكال نعبر التوكال بالخير نعبر التوكال بالخير احنا عبرنا التوكال بالخير رضينا التوكال رضينا التوكال بالخير رضينا التوكال بالتوكال بالتوكال ان نزعوا لها فدامא نقولكم اذا ما الفريق داخل الريبة مستمتع الحيوان رضينا المرأة الطبية بحلي كنت انه الفريق المرأة ولكني خليه بلوك جنج شيطان كين أنا كنعاني يا رقيئة والله أنك صادق جزاك الله و هي سنة حرام و إشني أخوه أنا أقولك سنة حرام ما هي؟ سأبشر لجوجل سنة حرام أو سنة مكي سنة حرام أو سنة مكي ورقة ديالة بحل حنا فابور نجيبها نطحنها ندقها ما الذي نطحنها نأخذ دك البودر ديالة مع القصغيرة نجيب كاس ديالة المدافي نحركها نجيبها نعطيها المراتي قبل من الفطور مرة واحدة قبل الفطور شوف مرتك هش غيهبط منها هادك الجين دك توكال دك يهبط يتلاحي فابور وش بغيت وتسافروا وتديوا الفلوس العباد الله وسيروا سيدي فابور مكي تعبرش توكال توكال الأمارة ديال توكال باش تعرفها كتنضموا رهاقة أو كتنضموا رهاقة في الصباح هاده هو التوكال لا يعلموا الغيب إلا الله مكيش لك يعلم على التوكال عندك مكيش لك يعرفه ميكروب كتعرفه ليكوغافي من اللي كديرها طبيب كيعرف بأنه عندك باكتيريا أو اللي عندك ميكروب سيقولون لك طبيب أما واحد جاء الفارح يقول لك عاطيني سيدي علال التازي نعرف لك التوكال في عامين استهزاء هذا وانا مغيش توحد يستهزاء بشي واحد فعندك ما تقول علي طلع متحدك قول لي بغيتي خد راحة كفية جاءوا عندي وجابوا كاميرات خافيات وجابوا ولعبوا معايا وتصلوا بي بغي يقلقلوني أنا متلعبش معايا أنا كنقول لك أقصح واحد هو أنا بحل يطلع مول العلق قال لهم العلق تطويل العضو أشوف راح مكينش هديك الهضرة راح قلت لك ما يقدرش يجوب نيش واحد العلق التطويل العضو مكينش صافي قلت مكينش مكينش علاش علاش مكينش تطويل القاضيبة مكينش الوليدات الشابة أو الرجال كواربع قلو تعال لك زيت العلق و تعال لك زيت العلق أضح في ذارك لكن كن تطويل مكينش وعشر دائما وعشر دائما دائماك شبينش وعشر دائماك ما يستخدم كنغلقوا مادة ما تسمى مادة العلقين نسمع ما تطويل العلق ما تطويل هي اللي كتدخل وكتنفخ للحم كتنفخ للحم ماشي لي ميسكل ماشي العضالات دياله لا للحم هانتي يقول لي عنده أضرار جانبية بالنسبة للراجل فالراجل سينين هدي أجداد دياننا وللآباء دياننا ولا حياء في تعليم الدين ماشي لا حياء في الدين كان بعض الناس يقول لي حياء في الدين سمع غنعطيك من قاع الخابية فهديك المادة اللي هي مادة العلقين وجد كتاب ودرستو من فرنسا جبتو ديال العلق وهدي نتكلم عليه في طانجة إن شاء الله فراك يجو عندي الناس كنوريه ليهم وتقرأوه معايا واللي بغي طبعون طبعون أعطيه الطباعي اللي يعاونه فهديك المادة اللي كتتطلق أخي الفاسوخ زوين التوكاد أميرة أولادي صحيح راه هضرت على الفاسوخ وأنا هدي نعطيه للناس فشي حيدو التوكاد الفابور وحيدو تلجن في ديورهم فهديك المادة ديال العلقين كنفخ القاضيب تحذير من هاد العملية الله يجازيكم بخير الشاباب ردوا البال فشوف أولدي أنا غنهضر معك كبوك كبوك رد البال وأخدم عقلك راك مشي كتكمي كتتحشش أولدي كتدي القرقوبي تكت سالم عراسك وتمشي تقلب أولدي على الزيت را ما خدامش لك فرخص عقلك يكون نقي هو اللي يرسل الهرمون الدوكوري اللي ينشط الدورة الدموية سير سوى الأطباء هو اللي يدفع الدم وينشط الدورة الدموية وليس يبقاش عندك ضعف جنسي فلولا عندك ضعف جنسي سير نظم الماكلة ديالك سير أولدي بتاعد من المشاكين حاول دماغك ترتحوه راه الدماغ هو كل شي راه الدماغة والنساء أولدي يشوف اللي ما عندوش تجربة فقليوني نظر بخاطري باش وليداتنا يستفدوا فشوف أولدي البنت اللي غتجوج بيها في الحالة أنا ما كتبغيش منك هذك شي اللي كتقلب عليه أنت كتبغي عقل ناقي كتبغي إنسان عنده عنده أخلاق طيبة وكتبغي يا أولدي الراجل تكون عنده الكلمة وتكون عنده الوقفة وتكون عنده المادة ما شي يكون صيفة المرات خدمة يقلبه على زياد العلق الله يردي عليك أولدي أنا كنهضر معك كأب إلا أنت كتدخن أو أنت كتدير الكالة أو أنت كتدير شي حاجة فركض دراسك رمي ينفعك لا أعليك ولا أو أخذ تاكل أعليك وأخذ تسفه رمي يديرك ولا أخذها مني من بواك بالعقل أو من أخوك أو من عمك بالعقل فالعقل أولدي هو اللي كان ناقي ده ما ننسى لي الليف نمشي للناس ما نتصوقش عير نبلوكيك بنتي لي أن بلوكيك ما بنتي لي فلتي دزتي ولكن من لغى الناس الله يسامح كل شي لا يسامحكم كاملين قاع عيرني يسبني فلتي سير لا يسامحك ما فلتيش نطيرك غنعود الفيديو عود تاني ونطيرك هنا أنا مرتاح لكن ما نكرهكش نحيدك وما نكرهكش إذن أخوي هذ القادية من دماغك كون راجل بالكلمة وكون راجل بالعقل حكرة من لي من لي كتش تدير هذ الماددة وكتقع في مشكيل هره ما كتش تصارح لمك لبك للطبيب للتواحد جاءوا عندي شاباب قاكزين اللي رحم بك ورينيش ندير باش ترجع عادي اللي اعطاهم عندك ما تدير فلا بغيتي أنا عندك ناصيحة باش تخصاصر على رأسك الفلوس سير خود أولدي الزيت العود ودير فيه العلق عشرات العلقات سد عليه وطلع على الجيج طلع على الشمش ضرفي الشمش مزيان ضرفي الشمش مزيان ستطلق ديك المادة اللازيجة هي المادة العلقين هزادك الزيت ودهن بها ولدي ودنوبك على رأسك فهنا ما كان قولش لك دنوبك على رأسك أنا نصحتك لي الله نصحتك لي وجهي الله أجين دوزور رجعوا للموضوع دينا اللي كنا كنتكلموا فيه هو كيفاش تتخلص من التوكال أو الجين أو هذا فابور فسير فسابي الله ما دي مرتكت عند واحد وما دي صحيح دفع لي ما فيه نفعل وكتك تفيده فابور تمال يطلبت بعتلك شي حاجة أخرجكها قرأة نبيعها لكم وما نبيعش لك سير والله دعوا معي بالرحمة أنا الواحد اللي ما كنت نوقاف اليوم هنا ما كندوش اليوم وما ندوش شي واحد صافي قلت شي حاجة خليني نقولها وسوقكم هذا ويوم القيمة ستحاسبوا ما كين شي واحد كي يعالج ما كين شي واحد كي يعالج بالمس باللمس تلمستك تنو ما كيناش ما كيناش وما تبوتها تعلق صحابي ولا ما تبوتها كين مرض عضوي خاصوه يتشخص ولا تشخص خاصوه يتعالج مرض عضوي مرض فكري مرض وش واحد عنده القلب بيني وبينكم عنده القلب كتمشي عنده واحد شخص كي حط عليك يدوك يدخلك انتا الجين كي هدلك ذاك الالام بحلقة بحلقة نظر معاكم كتمشي في حالك كيعود يرجع الالام كتعود تاني ترجع عنده كي يقول الحصص كتعود تاني يسقي الالام نهار كينود الالام وش واحد عنده الفقارات جاء عندي جاء عندي مرة عند الفقارات ديال السلسول ديال الدهار يعني لديسك عنده الفقارات للاخرين عندها الفاوتين ما بشت عن طبيب بشت عندي واحد اكس منقوش بشت عندي واحد اكس حط عليها يده والليس بي خير سيدة ضربت النهار يومين ثلث يام بدأت تزايد عليها الحال عدرت عدت عدد اكس واذا اكس باش تتعبت خصك النوبة وخصك هذا وقالت لك واحد لما شقه وتتضويرها معاشي وحدين وكيف تدخل مالي دخلات المرة الثالثة تكوانسات هذا الجين اللي يخدام به ذاك اكس كيمشي كيهدن تلبس هذا الشخص كيهدنه فتعود تمشي كي يعود رجاء كي عود تمشي ثلاثة المرات تكوانسات السيدة مشت عن طبيب قال لكم بقيت ازتي عدروا لي عملية باش قادروا لي الفقارات عدل الحمد لله السيدة ربي خير وعلى خير مراد عضوي يا عباد الله مراد عضوي وانت حدى لأنا ولا هاد الناس هادولي كي يعالجوا وانت حدى أنه كي دير قيام الليل من راسي وجبد وانفرطين في الدين عباد الله من راسي وجبد كان عياء وكان طيحون ما كنديروا لقيام الليل ما كنديروش الأذكار وتيقول لك حقنا كنعالج تكي كتدير تكتعالج تكي دير العلاج تكي دير البراء كان زلت عليك تعالج تعال انت الصبح وكدير قيام الليل وحرام تعالي أنا والله تندبع فيها بقرة ما كيناش هذا لهذا رأي رأي ما كينشي واحد فينا في هذا العصر متقرب لله سبحانه وتعالى بما يرضي الله ما كيناش ما كيناش من فرطين إخوان القليل فينا اللي بقي كي يتقى الله سبحانه وتعالى والله يتقالي إخواني الكرام القليل اللي بقي كي يستحيل من الله سبحانه وتعالى ندوز نكمل لكم العلاج فخوضوا فابور خوضوا فابور صيروا خوضوا سنة حرام بنية الشيفاء وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام الإخوان اللي عنده التوكان أو عنده المس أو عنده السيحة أو عنده الجين أو عنده قهرك الجين الوسواس أو الدك الجنون خوضوا سنة حرام جيبوا سنة حرام خمسة درام تفوتكم لهي خمسة درام جيبها طحنها مزيان بنية بنية الشيفاء خمسة درام تفوت لكم المشكل كبا أخت الكريمة في المق خلطة هديرة الرقية ما تعرفيش تلقي صورة البقرة يك هذا المقرئ سعد الغامض مثلا أبو خاطر هو نفس الشخص اللي يقرأ ها معايا بالعقل نزوج فيكم يك نفس الصوت نفس قربي لي قربي يك صوت يك القرآن الكريم يقرأ يقرأ يك سنة حرام حركها أعطيها زوجك أعطيها شرب يهاتي قبل الفطور مرة واحدة قبل الفطور مدة عشر أيام بإذن الله ما يبقى فيك لا سحر ولا جين ولا تابعة ولا تشي شيء نعود لكم لم أعرفتوا ما هو الوصفة صعبة بزاف لا سنة مكي سنة حرام سنة حرام سنة حرام يصير عدل عطاها بحل ورقة الحنينة وصع لها الحبيب والحبيب الموصع لها أعطيها في سبيل لا ما بغاش مننا الفلوس ولا أبغى مننا ولا قلنا نعطيكم ولا أعطيها الأمة ذياله أمة الحبيب عليه الصلاة خوضوا وصلوا الرسالة جيبوا سنة حرام دقوا سنة حرام بحل حنينة ورقة خضرين سنة حرام دروا أنا أضوى الأيامات وباللاتي أنا أنظر عليه جيبوا دقوا جيب الزوجة ديالك ما كتعرف تقرأ ما كتعرف تقرأ القرآن تلقى صورة البقرة قرب برقية أدكم كلكم اليوتيوب اليوتيوب هذا عند العطار عند العطار أنا كنصوبها في بواطة بخمسين درام ما كنبيعها بخمسين درام بغيتوها منعدي بخمسين درام ما بغيتو ما كنبيعه أنا كنبيعه الفابونج كنبيعه الإيفيسينتين وكنبيعه وكنبيعه مع خلتفاه بجوجه وخلتفاه مية درام ما تتأخذها من عندي سير عند العطار شوف قاعد ما تتأخذ سير عند العطار قولي سنحرام يا رب حل حنة تدقها ديرها أخي أنا أزيدكم حاجة أخرى توكال سيحر تسمو فابور ديرها فيلمة قرأ عليها ما تعرفش ها نفس القرآن اللي غا يقرأ أنا بجران أن أقرأ محمد زينتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نفس القرآن اللي غا يقرأ هذاك نقرأها نقرأ أنا كنت كنت ندير الرقيق وكنت تخلّش فابور ورأ الناس جاء وسابي الله تندي له وسير خوض ما يقدرش يدرى فابور إذا هذا الحمد اللي قرأت قرأها أنت علمها سهل أعطيها لمرتك شافاها الله فهمتوني فهمتوني قرأها أنت أختي الكريمة قرأها في المورقة ولداتك أعطي لولداتك العشباس ميتة سنحرام أو سنمكي باقي غنوريكم أعشاب أخرين باقي نعطيكم أعشاب أخرين سيتمشيوا تجيبوا عصية سيدنا موسى هذي تديروها عشريا ورقة موسى عصية سيدنا موسى ولا ورقة موسى ولكن نديروها في المرقة تجيبوه أختي الكريمة البيت اللي كنت نعصي فيه البيت النعاس تجيب ذلك الوريقة تديرها في مباخرة حطيها تلقي صورة البقرة في ذلك البيت اللي غد تتلقيه تلقيها وستدي البيت خليها تتلقي إن شاء الله عندك مستو لجين ولا ديري لك شي حاجة في ذلك الفراش ولا ديري لك شي حاجة في ذلك عاربا إذن الله ما تبقى عش والمخير لك يخدم بالجني صيف طولي أنا حمو عيشا ميرا عيسا وعي ترتكس ويش عدي الأسماء وي 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 آي خلع أقول لي حمو صيف طولي حمو صاحبا نوية حمو عيشا ميرا الحمدوشي الحمدوشي تتتخرب والله يتتخرب يقبل الله إخواني الكرام والخرافات والله أحسسيزاء والله تبقى فيها الحال أنا أعطيكهم على حاجة أخرى تقضي على الجن بإذن الله حاجة أخرى تقضي على الجن سأجلبوا عود الصليب عود الصليب هو العود طويل هذا سأوريه لكم إن شاء الله في قناة لقيت لك شوف قال لي تفرج في هذا الفيديو ونصف لدي الجن إلى مدار جيم لقيت جيم جيم وجو عدي الطانجة ونرى لكم الجن كيف نحيض الكنسلطاتيون فابور كونسلطاتيون فابور ما هي الكنسلطاتيون بالعربية هي استشارة وارتاح عدي فابور ونقدم لك الحلوة وقيت والله وعطيتني شي ريال ما نسمح فابور عندك شي هموم عندك شي غموم مرحبا بك نحيض سأتأخذ إخواني الكرام عود الصالبة عود الصالبة صحيح نحيض ويحكو الحاضر لكم سأتطلق لكم مرحبا ويحبا مرحبا عن جن ونقر وكذلك لك لم تستخدم لم يكن وما نقر فبار ومس ومم ومبالك ومبارك ومع أصحابهم ومسيكين 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 هنا يقع ومسيكين هنا يقع وضع ومسيكين سمع سمع تقول لي مسكينه في واحد حاله و تسنه في حبيب هايجي وصلات العشرة ماجيش وصلات الحداش ماجيش وصلات الاثناش أرى ماشير كبه الجين الجين مني مغير قاكش تتمكنش في الدرغ يدخلها ارى بحال دخل جارك ارى دخل الجين حيك خليتي لي الباب تتسالي الخدمة سير عند مرسك كان هاي دقارك تقيع لي انا سير لا ما نقولها قالوا لي الناس تقشقوا لماماك قالوا لي اماماك ت��groundり اياز الهارت فلو انهم رجلي والرجال المغرق المسلم الحقيقي ف تقلغله بالناس الهارت DNC 76 49 49 30 ولا خ commits قد تسنه في كشف ودخلها الجين يجد واحد ودخل نهجين ودخلها الوسوث ودخلها التفكير ودخلها قد تمرد فلنت تترين ثم تجرين لم يترفي وهل historiesAME سيهل الحم رد بالك الله ارحم منك الوالدين جيبك لي لدارك سالي الخدمة مع السبعة السبعة ونص تكون في الدار غير يريد الجن يدخل غير قتها في الدار تخيلوا ما نحتاجوش قعلة الشعوه ده واتخارب تخيل انتا راجل كالضق دخلتي مع السبعة ساليتي الخدمة دخلتي مع السبعة للدار تخيل معي ما مراتك ستجد الجن يدخل عدم؟ لا يدخل لا يجبك في الدارة تعلم ما هي الأدب ولا نحيطك تعلم ما هي الأدب لا تخصر هذا انتاقد إذا عجبني انتقاد لك لا نحيطك النية أفضل من العمال الله يحب تكتن سوف ندوزه للشاب ماذا هو الشاب؟ سالينا معكم أعطيناهم بعض الوصفات ندوزه للشاب الشاب بولدي سوف ندربك في قلبك ماذا وصلنا لهذا العدد واخر كونيكسيون تقيلة أنا في دابة الآن في منطقة الريف الآن في الريف 15 في شهر 12 سوف تفتتح المحل البيرو اللي كان في طانجة حدا النجمة قريب لها ما بين البنك ما بين تجاري وفا بونك ما بين القرد الفلاحي فهذا الموبل الموبل الثاني هذا هو المقر في البرمياري تاج سوف تلقوني تماما 15 أو 16 سوف يكون الافتتاح في مدينة الطانجة مرحبا بكم وهذا المركز اللي كان في الفرع دي الشركة اللي كان في شركة زين هيرب لأعشاب طبية وتجميلية اللي كان في كازا كان في سلا وكان في المحمدية نزل الرقم أنا غانديره سمع أولدي الشاب واحد القاضية خاطرة هي باش غنختم معكم عنوان مقر المحمدية والله أنا غدي نحطه لكم غاتراجعوا الفيديو غتي نحطه لكم فوق الفيديو العنوان ورقم المحمدية التليفون دي المحمدية ونحط لكم كاعة الأرقام غتلقوه فوق هاتا إن شاء الله رحمه الرحيم الساعة في فلاب باش دي قديمك هكذا يزول اليوتيب ما تراجعوا في الفيديو ستلقوا الأرقام الهاتفة فوق من هذا الفيديو سمعني أولدي مزيان كان واحد استيرا لكي نختم معكم وطولت عليكم خاطر الى ولدك وصل لسين الزواج لا تطوان موقعش درت فيه لا تطوان موقعش حولت جديد المقارة الدعبة وكل شيء فولدك الى وصل لسين الزواج وانتو ما بغيتوا تزوجوا اب والابن والام بغى تزوج الابن المحمد يا والله اخي اختي انا غدي نحط ليكم الارقام فوق انسالي الفيديو غدي نحط ليكم الفور غتلقاوه في الانية غتلقاوه في الكمنتر غدي نحط ليكم غير رجعوا الفيديو الفوق غدي تلقاوه فوق منه الى ولدك رفض لك الزواج الى رفض لك الزواج ما بغاش يتهرب من الزواج عرف الله يرحم لك الوالدين الى ما تقدرش تلقى الاب انتي الام بحتي في ولدك غتلقيه مصاب بضعف جنسي او سرعة القدر انا مزاوك فيكم ما تضحكوش على الكلمة وما تستهونوش بها والله الدري لاحاز في قلبه رب اللي يعانم به لانا ان فالولد كيبدأ يكمي مدة من 16 عام مثلا حتى الـ 24 عام تقريبا 6 سنين هو كيكمي وصل لسين الزواج يصاب بضعف جنسي وسرعة القدر ما كيقدرش يصارح الوالدين ما كيقدرش يصارح حتى شي واحد كيبقى مكتائب في الداخل هنا كيقول لي عنده واحد المشكل اللي هو عاويس ورمشي رلي ما مصابش بهذا المشكل هذا فيقول الحمد لله والله شباب مدمر واصل دراجة الانتحار قول استهون بهذا الهضراه اولاد بالراسك الشي كي نعيش فيه انا مع الناس مع الشباب اللي كي يجيبوا ليه فالعنوان اللي في كازا في الحاج فاتح الولفا مع المسجد دي الحاج فاتح فوق صيدالية الحاج فاتح الدار البيضاء درو في جوجل ماب بزين هير بكازا رغد يعطيكم لوكاليزازيون ديال الطانجة باقي ما تسقتش ليها دروغ يعطيكم شوية بعيد رغد تصيبه ان شاء الله فانا احدى النجمة النجمة انا قريب لها فاخواني الكرام الله يجيزكم باخير ملي تشوفي ولدك او لا تشوف ولدك كيتهرب من الزواج دخل معه انا مزوجك تقرب لي فسابه الله تنصحك لله قربوا لك سووا له ولدي حكي لي انا معك بابك حكي لي يا مالك اشنو غتلقى تدري بانه عنده ضعف جنسي وعنده سرعة القدل ارى الاخ الميلود كيدير لكم الارقام الهاتفية ادولي دي القناة ديال احبك في الله في اليوتيوب صديق ديالي كنشكره من خارج المغرب ريفي ارى دي القناة ديال خاصة ديالي كنحيي وتنقولي تحية لك وشكرا شكرا شكرا وشكرا لقاء اليوتيوب لكي بارتاجي فيديوات ديالي واللي وصلوني للناس كاملين في العالم كنشكركم كاملين والله تحية لكم سمعوني مزيان هذا خاطر وصلوا الشباب لدرجة الانتحار وكتب ديال دوري بي عد للا فالانا عد للا فالانا عد السيفلان عد راقية انا ماشي ضد روقات مضد تا واحد ولكن خليوني انصح الناس فهذا ما عنده تعالقة بالطب ولا بالروقات ولا بالعشاب فالله يجازيك بي خير قرر بي والدك لك الى ابوه ما يقدرش قرر بي لي انتي وجيبي عندك علش يا ولدي صارح هنا مهمتك علش ما بغيتش تزوج اشنو المشكيل خلي فضفضلك غتلقي عنده ضعف جنسي او سرعة القذف والشابب والله يرحم لكم الوالدين اللي وصلتي لدرجة الانتحار ان عندك صغر القاضيب ولا حياة في تعليم الدين والله وليداتي لا بغين ينتحروا تشك ان عنده صغر القاضيب والمره ما غتقبلوش انا كنعطاك الكاش يا ولدي الى عندك 11 سنتين في القاضيب على حساب والله تتقبل لك المره ويكون طيب ويكون راجل وما تعصدمش وما تفكرesus بان foundONE عندك مشكيل واحد اخر يقول قبل عندك مشكل ويكبرلك الموضوع والله او اللي ما تحتاج منك الزوجة اللي ازوج بها ما كتحتاج منك الضوى القاضيب اليك تحتاج منك الرجول وكتحتاج منك العمل ديالك وكتحتاج منك الخدمة وفلوس بالحالات وتحتاج منك انك تكون عندك الكلمة اوه stabilizedك شي المنتاعر عليه او زيذية الشاباب اليست يعلمون اهضرتين يبوير وهذا رتيب الصح يبقى مسكيني دوره لا يصارح دارهم ولا يصارح الزوجة اللي غادي ياخدها باش تشارك معا لهم ومدياله وكيقول لي واخدها وكيقول لي هم انفاصلين وعداد ديال الشباب راه الان انفاصله على هاد القادية هادي الدرجات سمعوني مزيان والله الدرجات هو كيشك فراثو ولا بسيشك خايف ولا معصب كيكتائب كيجي هاد الموشكل هادا فلا والله يتواعد نحيدك العودية شوف رك ما كتحسوش بالاخر كتحسي الله بنفسك اعناني ولكن لو تكون انت مصاب بهاد القادية والله تتحس بانك لامي صحيح وبالزاف ديالناس سيكتبوا كلامي صحيح لانا كنهدار معاك شي حاجة اللي ما كتعرفوهاش انتوما شي حاجة اللي انتوما ما كتمسوهاش اذا الى انت ولدي تنقول لك ما تقلبش على شي حاجة اكثر من اللي اعطيك الله سبحانه وتعالى الحاجة المهمة الحاجة المهمة الفيسبوك ديالي هو القاية اللي كدواك القاية اللي كدواك رق رايبة تقريباً ال 500 الف فالمهم في هذا الشي كامل هو لبس سروال فضفادة سروال فضفادة ما تلبش اللبس الضيق انا كننصحك لله كتحشموا وصلوا لدرجة الانتحار وصلوا لدرجة الانتحار شباب الان مكتائب كيتزوج وكيتفارق مع المرأة كيتزوج ومعنده التى مشكل وكيتصاب هاد المشكلة هادا لانه خيف بغي تزوج وخيف تلق نفسك رمكين تى مشكل ولله الحمد رخف نفسك كل اكل طبيعي وان شاء الله رحمه رحمه رحيم نضم الماكلة ديالك صارح الام والاب ديالك اللي عندك شي مشكلة فاضفاد على الام والاب ديالك قبل ما تدير شي حاجة فان شاء الله رحمه 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 امك بك عندهم خبرة وهم غي وصلوا لك المعلومات الصحيحة ان شاء الله رحمه 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 فهدي نصيحة الشباب يحاول انه يصارح امه ويصارح الاب دياله لانه ما هم هم اللي هزيناه اكثر يتمفري كلام واقعي فاخي الكريم ما تخافش فالاباء ديالنا ولا الاجداد ديالنا ما كانش عندهم خوف كما قلت حافظ على هاد الكلمات اللي غادي نقول لك اللبس ما يكونش ضيق اكل يكون طبيعي الخوف ما يكونش حي الخوف من بالك توكل على الله وربي غادي ان شاء الله رحمه 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 حشو ما هادشي ولا حشو ما سيتفرج في الدومة حسن لك ولكن حشو ما تفرج في الدومة لا حشو ما بالصح هادي ناصحة عطيتها لكل الام تقرب لوليدها اذا الشيك يتهرب فتقرب إليه وعرف ماله اخي الكريم تقرب الوليدة ديالك وعرف ماله وتعاون معاه وان شاء الله رحمه 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 حاول تشجعه لانك انت عندك جريبة في الحياة حاول تشجعه حاول تصاحب معاه باش هو يفضفط لك ويقولك اشنو عنده حسن ما يقام كتائب وخيف وبعيد وقعده وتتخوف حتى الشباب الان كترة المشاهدة ديال الافلام الاباحية ولا كترة الخلط مع الفتيات فهنتها هوك يسبب هاد المشكلة فبكري ما كانتش هد القضية دي فكانت البنات ببعدهم والشباب ببعدهم كانت واحدة الرغبة يعني ما كانتش تكريد القضية ديال انه الولد خالط فالاحتيرام الاخر يعني الى الشاب احترم البنت لما كيتزوج ما كيكونش خوف لانك تكون عازيمة كتكون واحد الشوق يكون لهذا كنقول قاعد الوليدات الله يصلحهم ويصلح وليدات المسلمين كاملين ان شاء الله رحمه 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 انتظروني في حلقة مقبلة بإذن الله اللي غادي نعطيكم وصفات اللي انتو ما غادي يطلبوا شو ما جاوبنا؟ أنا نجاوبك أخويا هشام نجاوب على بعض التعاليق ونختم معكم فكنتمنى مقع وليداتنا الله يصلح وميصلح وليداتكم يصلح جميع المسلمين يا رب وتحية لكم داخل وخارج المغرب واحتل لما شي مغاربة تحية لكم كاملين كنتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة وتوفيق وسمحوا لي لا أنا خرجت على شي حاجة مشي هذه كلها اللي على قلبيك نقوله زوجتي عندها أعصاب في المعيدة أخويا أصيل زوجتك عندها الأعصاب في الدماغ وليس في المعيدة لأن الدماغ هو اللي كيرسل المعيدة باش كتسد و باش كتتحل هو الدماغ البروستا كيين بعض الناس اللي عندهم مشاكل في النبولة عنده مثلا نبول ما كيحبسه ركلك لك لك المشكل في الدماغ إنسان اللي ما كيفقاش يقدر يحرك يدوفه في الدماغ إنسان لما كيسمعش من الدماغ لما كيشوش من الدماغ ما كتتكلمش من الدماغ أي شيء وقع لك في الجسم ديالك إلا الدماغ ديالك هو اللي كيتحكم في الجسم أخي الكريم عفاك أخي أنا مريض لله يجازك مرحبا ميرتي خويا زيندين بارك الله فيك جزاك الله خير شكرا لكم وتحييركم وتستهلوا كل خير نقص فيتامين لدرجة الصفر وفقر الدم غدتاخد عندي لكم حلقة إن شاء الله على فقر الدم خاصة وإن شاء الله غادي نصحكم بإذن الله تسنوني في حرقات مقبلة واش يمكن نشتريه فيتكس في أي دولة دورة ما عرفش لا ما فهمش أي دورة ما فهمتاش ففيتكس كتتاخدوها إلا الدورة الشهرية اللي ما كتتاخدوش فيها نيساء لجازك تواصل معي في الخاص إن شاء الله شكون في أحبك في الله أحبك الذي أحببتاني فيه أخي الكريم أنا غادي نتصل بك مرحبا بك 066-49-63 أو 065-91-93-25 المقر كما قلت بعد 15 في شهر 12 إن شاء الله 2018 غايتحل المقر دي المدينة الطانجة بإذن الله ألف مرحبا بكم علاج التصلب اللوحي علاج التصلب اللوحي والمناعة كنخدمو عليها إن شاء الله رحمه 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 وتبقى الأمر دي الله سبحانه وتعالى فالشافي هو الله فقط رمكينش واحد يشافي الإنسان علاج الخوف التوتر تجي عندي ممكن دابع شنا هو لي دابع ما فهمتوش السلام خويا عرق النيسا عرق النيسا غادي نوريكم كيفاش تعاجوه في المنزل ديالكم غير صبروا عليا شوية إن شاء الله هم تكون على المباشر واش يوميا غدا إن شاء الله رحمه 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 غدا الثلاث بإذن الله غادي نكون قريب هنا في الريل باش غادي ندير لكم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه مع السلامة كان معكم محمد زيندين صاحب شركة زينهير الأعشاب الطبية والتجميلية الموقع دينا هو www.zineherb.com مع السلامة